السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبع نواية رائعة لصيام الست من شوال نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري ومسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وقال يحيى بن أبي كثير تعلم النية فإنها أبلغ من العمل وقال أبو سليمان الضاراني طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله وقال الإمام أحمد لابنه يا بني إنو الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا ومن المعلوم إن النية الصالحة بفضل الله سبحانه وتعالى من الممكن أن تحول العادات إلى عبادات إذا أحسننا النية وأخلصنا النية لله سبحانه وتعالى ولذلك كان كتير جدا من سلفنا الصالح كانوا بفضل الله يستحضرون نوايا كثيرة طيبة مع كل عمل صالح وأدل حضراتكم مثال مثلا دلوقتي مثلا يا وانا رايح أصلي صلاة الفريدة في المسجد أول حاجة بعملها بتوضى وانا بتوضى أنوي إننا بتوضى اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأن الوضوء شرط في صحة الصلاة وبعدين أضع عطر وألبس أجمل الملابس وأتزين لأنني بذلك أريد أن لا أكون سببا في إيذاء الملائكة ولا إيذاء المصلين فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم والإنسان يكره الرائحة السيئة ويحب الرائحة الطيبة فأنا أتطيب من أجل إراحة المصلين من حولي ومن أجل أن الملائكة لا تتأذى من أي رائحة سيئة ومن أجل أن أعطر المسجد وبعدين رايح أصلي وانا ماشي بحاول أقطر خطواتي عشان عارف أن كل خطوة المولى عز وجل لا يجعلها سببا لمغفرة ذنب ورفع الدرجة في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى خطوة لمغفرة ذنب وخطوة لرفعة درجة ورائح المسجد بنيت تعمير بيت من بيوت الله وتكثير سواد المسلمين في الصلاة بفضل الله يعني تكثير عدد المسلمين في الصلاة بفضل الله ورايح بنيت التعرف على أخ المسلم صالح يكون عونا لي على طاعة الله ومن أجل أن نكون يوم القيامة يعني نكون في الدنيا إخوة متحبين ونكون يوم القيامة شفعاء في بعضنا إن أذن الله لنا بالشفاعة هكذا نوايا كثيرة جدا واروح بني الطلب العلم وقراءة الكرآن وسامع كتاب الله إلى غير ذلك بعمل واحد ممكن نستحضر له على الأقل عشر نوايا طيبة عشان كده بفضل الله سبحانه وتعالى لأن صيام الست من شوال له أهمية عظيمة جدا بفضل الله عشان كده هنستحضر سبع نوايا لصيام الست من شوال أول نية الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا وأطيع الله وأطيع الرسول فأنا بصوم طاعة لأمر الله سبحانه وتعالى وطاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخير كله في طاعة الله وفي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم اتنين التعايش مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه من الذي أوصانا بصيام الست من شوال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صوم الستة من شوال أكون بكذا بامتفل وبتعايش مع سنة رسول الله وبامتفل لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقم ثلاثة حبيبي إكمال صيام سنة كاملة لأن زي ما حضراتكم عارفين أن الحسنة بعشر أمثلها فصيام رمضان بيتحسب بعشر شهور والستة من شوال بيتحسب بشهرين يبقى كذا كمنا السنة كلها ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الظهر يعني كصيام السنة كاملة بفضل الله سبحانه تعالى يبقى أنا لو صمت رمضان وما صمتش الست من شوال أبقى ما كملتش السنة يبقى كأني صمت عشر أشهر لكني بقي عندي شهران عشان أتم السنة كاملة بفضل الله سبحانه تعالى رقم أربعة حبيبي أنا بصوم الست من شوال ليه بنية شكر الله سبحانه تعالى على نعمة التوفيق على إدراك شهر رمضان وعلى صيامه وقيامه سبحان الله لإني لو لا الله سبحانه تعالى ما عشنا إلى رمضان ولا أدركنا شهر رمضان فكون إن ربنا سبحانه تعالى ينعم علينا ويكرمنا ويبقينا لحد ما ندرك شهر رمضان فهذه نعمة تستحق الشكر تمام وبعدين أدركنا شهر رمضان كم ممكن منصمشي ولا نقوم ولا نفعل أي طاعة لكن المولى عز وجل وفقنا واستعملنا في هذه الطاعة وفقنا لصيام رمضان وقيام رمضان وبزل الأموال وفعل الخيرات في هذا الشهر الكريم فحنا بنصوم الست من شوال أيضا بنية شكر المولى عز وجل على نعمة التوفيق رقم خمسة حبيبي يعني بنصوم الست من شوال من باب جبري أي تقصير حدث منا في شهر رمضان أكيد فيه تقصير محدش بيعبد ربنا عبادة كاملة يعني ممكن يكون في شهر رمضان فيه وقعنا فيه نظرة محرمة فيه كلمة سيئة فيه إلى غير ذلك فيجي الست من شوال بمثابة جبري أي تقصير بفضل الله سبحانه وتعالى فيه شهر رمضان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر وإن انتقص من فريضته قال جل وعلا لملائكته هل لعبدي من تطوع وهو أعلم سبحانه وتعالى يعني هل له نوافل وسن رواتب فيكونون بلى فيقول فاجبروا كسر الفرائد بالنوافل يعني لو الواحد بيصلي الصلاة الخمس وفيه تقصير أو فيه أي حاجة مشكلة في الصلاة فلما بنصلي سنن الرواتب وبنصلي النوافل بفضل الله سبحانه وتعالى ديت بتجبر إيه الخلل الموجود في صلاة الفريضة كذلك نفس الحكاية صيام السنن يجبر الكسر والتقصير الذي يكونه في صيام الفريضة اللي هو صيام شهر رمضان طيب إذا جبر أي تقصير حدث منا في شهر رمضان رقم ستة حبيبي تعظيم شعائر الله قال جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وإحنا لو تفتكروا هو الهدف الأساسي أصلا من شهر رمضان هو إيه هو الوصول للتقوى صح كده يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والتقوى كما عرف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل رقم سبعة ودي آخر حاجة بنصوم الست من شوال ليه من أجل الإتيان بعلامة من علامات قبول رمضان لأن بفضل الله سبحانه وتعالى من علامات قبول الحسنة هو الحسنة بعد الحسنة ومن علامات قبول العمل الصالح هو أن نعمل عملا صالحا بعده يعني نثبت بعد رمضان طب من علامات الطاعة صيام الست من شوال فإحنا بنقدم دليل ويعني بفضل الله على أننا نسير على طاعة الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحنا لسه ما زلنا ثابتين على الحق وعلى الطريق المستقيم بفضل الله فدي علامة من علامات قبول شهر رمضان أن الواحد يصوم بعد رمضان الست من شوال ويواظب بقى على الفرائد وعلى السنن وعلى الرواتب وعلى الصلاة وعلى الصيام وعلى غير ذلك من العبادات من الذكر والقرآن إلى غير ذلك بفضل الله هذه سبع نواية رائعة للصيام الست من شوال اكتبوها واستحضروها بفضل الله الامتثال لأمر الله التعايش مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إكبال صيام سنة كاملة شكر الله على نعمة التوفيق في رمضان خمسة جبر أي تقصير حدث منا في شهر رمضان سبعة أو ستة تعظيم شعائر الله سبعة الاتيام بعلامة من علامات قبول رمضان تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجمعان الله إياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة